لم تكن جمعة الاحتجاجات الأولى بعد رمضان في الجزائر كما كانت عليه خلال شهر السيام فالمشهد في العاصمة اليوم أعاد إلى الشارع الزخم الذي شهده قبل شهر لم يفلح عبدالقادر بن صالح الرئيس المؤقت للبلاد في كلمته أمس بما تضمنته من تعهدات لم يفلح في إقناع الحرك الشعبي بتخفيف الضغط على الحكومة فالانتخابات مرفوضة في ظل الحكومات الحالية وكذلك الحوار المنشود معنا من الجزائر صالح عبدالرحمن الناشط بالحراك ومن الجزائر أيضا الإعلامي الجزائري أمين بل عمري أهلا بكم طيفي الكريمين سيد صالح هل اليوم الجمعة هو ردكم على خطاب عبدالقادر بن صالح بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بك وبسادة المتابعين في حقيقة الأمر كما اصطلح النشاطاء على تسميته اليوم الجمعة كان خطاب فخامة الشعب ردا على خطاب رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح بالأمس وبالفعل كان الخطاب في مستوى أو أقصد الحراك الشعبي أو الخطاب الشعبي في مستوى الرفض الشعبي المستمر منذ يوم 22 فبري لكل ما يبدر عن السلطة من مبادرات فلا توجد هناك ثقة بأن السلطة جدية في المبادرات التي تطرحها وبالعكس هناك اقتناع لدى وسط الشعبي أن هناك تعنت من أجل الوصول إلى وضعية الانسداد رفض الاستجابة للمطالب الشعبية وخصوصا المطلب المتعلق والمرفوع منذ يوم 22 فبراير والداعي إلى ضرورة رحيل النظام برموزه وبآلياته وبكل شخصياته الآن الجديد الذي جاء به عبدالقادر بن صالح وهو قمة التحدي للحراك الشعبي لما قال أن الوضعية الاستثنائية تحتم عليه البقاء رئيسا للدولة إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وهي الجملة الشهيرة التي دأب الرؤساء الجزائريون على ترديدها دائما قالها شهدلي من جديد من قبل وقالها أيضا بودفليقة أنه بوده الذهاب ولكن الوضعية ونداء الوطن يحتم عليه البقاء رئيسا يعني منطق غريب وغريب جدا سمعناه الأمس في خطاب عبدالقادر بن صالح في خطاب 9 أفريل أو الخطاب الذي أدل به عشية توليه لمهامه كرئيس للدولة كان نسخة طبق الأصل عن خطاب الأمس وإن كان أرحم منه من حيث التزامه بمدة زمنية مقدرة بتسعين يوما والتي تحددها المدة 102 من الدستور خطاب الأمس الذي كرر نفس خطاب 9 أفريل دعوة إلى الحوار الحوار هو طريق للخروج من الأزمة إلى غير ذلك من الكلام ولكنه لم يحمل أي تعهد جميل يلقى عليكم أستاذ صالح بأنكم أيضا تكررون أنفسكم تفضل بالبقاء معي دقيقة تعطيني نسمع من أستاذ أمين أستاذ أمين أثار نقطة مثيرة جدا للاهتمام أستاذ صالح ويقول عبد القادر بن صالح صدقوني أنا لا أريد السلطة أنا لا أود أن أبقى هنا ولكن الوضع الاستثنائي يحتم علي ذلك هل السلطة هل الرئاسة اليوم في الجزائر تتعنت هل تتحدى المحتجين أم بالفعل يرسم الرجل خريطة واضحة معادلة واضحة حوار انتخبوا فأذهب مباشرة شو رأيك أنا أعتقد أن ما جاء في خطاب رئيس الدولة المؤقت سيد عبد القادر بن صالح هو في حقيقة الأمر إعلان عن حسن نوايا لتوجه نحو هذا الحوار لم يأتي بجديد لم يأتي لا بخطة ترتيكية والاستراتيجية لهذا الحوار ولكنه أبدأ عن حسن النوايا لدى السلطة السياسية في الجزائر لتوجه نحو هذا الحوار الذي من شأنه أن نتجاوز من خلاله الانسداد السياسي الحاصل في الجزائر عبد القادر بن صالح كذلك أمس في خطابه قال بأنه موجود في هذا المنصب كما قالها في خطابه الأول عندما آلت إليه رئاسة الدولة بعد استقالة رئيس المستقبل عبد العزيز بوتفليقة قال بأن الذي أتى به إلى هذا المنصب هو المدى 120 من الدستور الجزائي ولم يأتي بمحضة إرادته الآن هو يجدد هذه الفكرة ويقول بأن جاء لتأكيد والمادة السابعة للدستور ويشعب صاحب السلطة والشعب يقول لك اليوم أنه نحن لا نريد ذلك هل ليست هذه مادة أقوى؟ طبعا مادة أقوى ولكن يبقى في إطار الدستور الجزائي فيما يخص المدى 102 عندما نتكلم على خطاب بن صالح فيما يخص اليوم عندما قال بأنه مستمر في السلطة إلى غاية انتخاب رئيس جديد قال بأن هذه جاءت كذلك بفتوى دستورية الآن هناك خلاف في الجزائر حول خطاب بن صالح ولكن الأكيد أو الإجماع في الجزائر على أن خطاب بن صالح لم يأتي بجديد ما عادة تعبير عن حسن نوايا فقط لتوجهه نحو هذا الحوار أعتقد أن الذين يتكلمون عن المادة 7 والمادة 8 من الدستور التي تتيح للشعب ممارسة أولا للسلطة التأسيسية فيما يخص المادة 8 من الدستور والمادة 7 التي تنص على أن الشعب مصدر كل السلطات ولكن هناك من يتلاعب ربما بهذه المواد ويتلاعب بعواطف الحشود المتظاهرين لأنه لا يمكن أن نذهب إلى تطبيق هذه المواد إلا من خلال الاستشارات الشعبية لأنه لا يمكن التمكين لسيادة الشعب إلا من خلال الاستشارات الشعبية والتي تكون في العادة إما عن طريق الاستفتاء أو عن طريق الاختراع وبالتالي أتصور أن نتوجه نحو هذا الاختراع الرئاسي من شأنه أن يجسد هذه المادة السابعة من الدستور الجزائي التي تنص على أن الشعب الجزائي يمصدر كل السلطات ولكن يقول لك أستاذ صالح أعتقد أن الأخ صالح أستاذ أميني يختار أو ينتقي كلماته قال بأنه لدينا اعتقاد لدينا قناعة لم يقول لك لدينا اعتقاد هناك قناعة صعب تغييرها بأن السلطة تتعنت أيضا سأعود إليك لأخذ منك إجابة يعني أستاذ صالح استمعت لما قاله أستاذ أمين يقول لك المادة سبعة وثمانية من الدستور أنتم تقومون بالتلاعب بعواطف الشعب يجب أن يكون هناك استفتاء لتطبيق هذه المادة وأنتم ترفضون أن يكون هناك انتخابات لا أقول بأن الضيفك هو من يتلاعب بعواطف الشعب أنا أيضا لا أقصد حتى أكون واضحا فقط تمام وأنا لا أقصد ضيفي أكيد أنت تعرف هذه المصطلحات هو يمثل الآن هو بالنسبة لي الشعب الجزائري وبنسبة لي أنت كل المحلل السياسيين يعني هذا في مبادئ الحوار أنت تعلم أكثر مني بذلك سيد أمين هو يمثل الحراك بالنسبة لي الآن فأنا أوجه إليه السؤال بناء على هذه هذه القاعدة ليس هناك ممثلين الحراك إلى حد الآن حيلو هذا هو سؤالي له هذا هو سؤالي له أنتم تكررون نفسكم يا أستاذ صالح وقتل قبل أن أسمع جواب أستاذ أمين عم تكرروا نفسكم لا يوجد من يمثلكم بشكل واضح وتطالبون وتستمرون بنفس المطالب أيضا نفس التهمة التي تتهمون بها الرئاسة والسلطة في الجزائر هي تلتسق بكم من الجانب الآخر وهذا ما يقوله أيضا الصحفيين والصحافة التي تعرضكم يا أستاذ صالح تفضل طيب دعني سأرد على كلامك نقطة النقطة فيما خص النقطة التي أوردتها بخصوص تطبيق المادتين سبعة وثمانية من الدستور وأنا أضيف إليها أيضا مادة أخرى مهمة ومهمة جدا وهي المادة 12 التي تتكلم عن المشروعية عن مشروعية المؤسسات أقول أن فتوى المجلس الدستوري صادرة يوم الأحد الفارط استندت إلى المادتين سبعة وثمانية من أجل التمديد لعبدالقادر بن صالح وبيان المجلس الدستوري لازال منشورا على موقعه يستند إلى نص المادتين من أجل تبرير تمديد عهدة عبدالقادر بن صالح وهو أمر مخالف تماما من الناحية الدستورية لا أحد طلب من المجلس الدستوري رأيه حول وضعية عبدالقادر بن صالح بعد نهاية عهدته يوم التسعة يوليو وبالتالي فإن المجلس الدستوري قد تصرف من تلقاء نفسه وهذا لا يجوز له دستوريا لا يوجد أي نص دستوري يبيح للمجلس الدستوري أن يخطر نفسه بل عليه أن ينتظر إختارا من جهة سيادية هذه النقطة النقطة الثانية لا يوجد في النص الدستوري ما يبيح للمجلس الدستوري إن يمدد عهدت رأيسي الدولة أخطر كثيرا الجيش أخطر المجلس العسكري بضرورة الاستمرار بالوضع الحالي هذا ما تقوله لأن من الجهة السيادية الأخرى التي يجب أن تختر الرئاسة لا لم أقل لذلك وإنما قلت أن المجلس الدستوري تصدى لوضعية عبدالقادر بن صالح دون أن يطلب منه أحد نعم دون أن يطلب منه أحد ذلك وبالتالي فإن المجلس الدستوري هنا قد خالف الدستور أما فيما يخص الجزء الثاني من كلامك المتعلق بممثلية الحراك وأنه لا أحد يمثل الحراك فالحراك الآن أصبح مهيكلا عن طريق مبادرات وتحالفات وإهتلافات كل هذه المبادرات والتحالفات والإهتلافات التي تتهيكل وتفرز ممثلين عنها وتفرز جمعيات وتفرز مبادرات تطرح تقدم تصورات للحل أعتقد أنها كافية وكافية جدا للرد على هذه النقطة هناك غدا على سبيل المثال ولكن يقول لك ولكن هناك أيضا ممن يعلق واعذرني هذا ليس كلامي أنا ما أطرح وأنا أقول لك فقط من الصحافة وجهة النظر الغائبة هذا يوصف كما يقال عنه في العالم العربي بأنه كثرة طباخين كثرة معدي الطبخة قد يفسدها بالنهاية أعطونا شيء واضح هذا ما يطالب به الطرف الآخر يقول لك كمان يا أستاذ صالح الشيء الواضح موجود ولكن السلطة الجزائرية كعادة باقي الأنظمة العربية لا تستمع لأي مبادرات ولا تستمع لأي حلول إلا إذا كانت نابعة منها هي أما جميع ما تطرحه الآراء والجهات التي تعارضها الرأي فهي بالنسبة لها لا حدث ورأينا ذلك في مصر وفي تونس وفي سوريا وفي غيرها السلطة لا تستمع إلا إلى نفسها هذا الأمر أشار إليه الرئيس الأسبق اليمين زلوال في رسالته يوم 26 مارس الفارض لما قال أنه على النظام الجزائري أن يتعلم كيف يستمع إلى شعبه وأنه كان يتجاهل الشعب منذ الاستقلال منذ 1960 هذه مشكلة عويصة تعاني منها ليس فقط النظام الجزائري وإنما الأنظمة العربية كلها سواء كانت جمهورية أو ملكية الأنظمة العربية لا تستمع إلى أي رأي أبو خالف ويصيبها الصمم وتقول أن هناك صمت مطبق من الجهة الأخرى وأنها لا تتلقى أي شيء الشارع لم يتوقف عن طرح المبادرات الجمعيات طرحت مبادرات الأحزاب السياسية طرحت مبادرات الشخصيات الوطنية طرحت مبادرات آخرها مبادرة أحمد طالب الإبراهيمي ماذا كان رد السلطة ورد النظام على هذه المبادرات نسأل أستاذ أمين وكأن هذا الأمر لا يعنيها لم يتم لم يصدر حتى رفض لهذه المبادرات تمام هل هل في جواب أستاذ صالح لك أستاذ أمين يعني لربما شفاء لا فقط فيما يخص تمثيل هذا الحراك لازلنا إلى حد الآن في معضلة تمثيل هذا الحراك وبالتالي يمكن لأحدهم أن يتكلم ويقول لك رجل في هيكلية وتحارفات ويقول لك أستاذ صالح لا أنا ولا شخص آخر هناك هيكلية ولكن تبقى هيكلية في الحراك يعرف التفاصيل كثيرا يعني يا أستاذ أمين أستاذ صالح يعرف التفاصيل كلنا شاركنا في الحراك أنا لا أتكلم عنه هو شخصيا ولكن أتكلمه بشكل عام إلى حد الآن ليست هناك هيئات تمثل هذا الحراك سميننا يا أستاذ صالح أستاذ صالح سمينه هيئتين يمكن أن تقود حراك تفضل رد عليه أنا لست في موقف أن أدير الحوار بالكامل كيف يا أستاذ صالح ومن هي الأسماء التي تقول لي أنت يمكن أن تدير الحوار ذكر لك إسمين الإبراهيمي وغيره قل له يا أستاذ صالح ليس هذا فقط وإنما قلت مثلا غدا هناك لقاء لضوء أكثر من 150 جمعية ونقابة نعم تفضل عندك 150 جمعية ونقابة يا أستاذ أمين أكثر لا وهذه مبادرة ضمن المبادرات وليست كل المبادرات هناك مبادرة لقاء تشاور غدا وسيكون هناك لقاء وطني يوم 15 يونيو لكل الجمعيات والأحزاب السياسية وممثلين المجتمع المدني فكيف يقول أنه لا يوجد هناك ممثلين للحراك من يرفض هذه الجمعيات أن تمثله لماذا يرفضون لحظة فقط أستاذي عشان نعطي وقت كمان حرام ظلمنا الأستاذ أمين أستاذ أمين أين أرد الحكومة أين أرد السلطة عليها تفضل أولا فيما يخص الحراك أنا لم أقل بأنه ليس هناك اجتهادات من طرف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لغاية ذلك لأن الطبقة السياسية والحزاب السياسية شاء آخر فهي كذلك الحراك رفضها منذ البداية رفض الأستاذ السياسية هناك اجتهادات حقيقة من أجل بلوارة ممثلين لهذا الحراك ولكن تبقى مجرد اجتهادات ليس هناك أي ممثلين رسميين لهذا الحراك إلى حد الآن هناك اجتهادات وهم مشكرون على ذلك لتمثيل هذا الحراك والتعبير عن آرائهم لأنه الآن نحن مطالبين بإيجاد قنوات لهذا الحوار الذي تنادي إليه السلطة ولكن ما يؤخذ على السلطة في هذا الحوار أنها لم تتقدم بعربون ثقة من أجل الذهاب نحو هذا الحوار لاحظ أن خطاب رئيس دولة أمس جاء كما سبق وقلت بمجرد إعلان حسن نوايا لتوجه نواع هذا الحوار ولكن إلى حد الآن تبقى الأمور مبهمة في حين أو في انتظاء أن تقوم السلطة بإجراءات عملية يمكنها أن تعيد الثقة ويمكن من خلالها أن نذهب إلى هذا الحوار المشروط ونذهب من خلاله إلى تنظيم الاختراع الرئاسي الذي ينهي معضلة غياب شعية الانتخابية في الجزائر أستاذ أمين شكرا لك من الجزائر الإعلامي الجزائري أمين بالعمري وشكرا لك من الجزائر أيضا صالح عبد الرحمن الناشط بالحرار اشتركوا في القناة